انا اجبت لك واحد الكيكا كيكا تحمرت الوجه سفنجية هشة مرتفعة بثلاثة البيضات وبلاحليب من الادو اروع الكيكا اللي ممكن تحضروا للبسطة ديالها والمكسرة اللي تنظيفوا لها وتزيدوا لها اللدة والمعداق نتمنى ان شاء الله تتابعوها معي ستعجبكم بزاف بزاف اول خطوة كنجيب المول ديالي كندهنوا بالزبدة ولا بالزيت وتنجيب واحد سليفة وتنوضع فيها شوية ديال دقيق تقريبا هكا كمعي القمع عمراشي وتندير تقريبا شوية ديال السكرة وتاني واحد لمعي القمع عمراشي وشوية من قشر الحامض تنخلط الكل مع بعضه وبهات خليطة هدي غادي نرش المول ديالي تنخلطه مزيان باش ينساجمنا ذاك السكار مع الدقيق مع القشور دل برتوقل السكار كيعطي واحد تعليكة وذاك القشور دل الحامض كيعطيه واحد لما داقزوين وفي نفس الوقت ما تيلسقش نهائيا وتتجي واحد الحمورية في الكيك كتحمق سافيت تنرش مزيان بالنسبة لي انا غاندير في المول المطقوب انتم متقدرو تديرو في كمول المطقوب ولا هكا في المول اللي طويل او لا مول مدور او لا مربع عندكم الاختيار في اينا غا نوضعو ثلاثة البيضات متوسطي للحجم كاس ديال السكار ما كتجيش حلوة اللي تيبغي الحلوة تقدرو تزيدو شوية واللي كيبغي الحلوة هي هاديك فكاس ديال السكار كافي كتجي هي هاديك ساشي ديال الفاني وغادي نطربو الكل بشكل جيد تقدرو تطربو بالخلاط عفوا الكهربائي او لا بالخلاط اليداوي المهم هو البيض والسكار هو مسر ديال اللي كتخلطو مزيان حتى كيصبح البيض اللون ديالو فاتح وبحل كريمي غادي تشوفوا معايا النتجة اللي تنحصلو في البيض بهاد الشكل راه دا خلطو بالخلاط اليداوي كتحصلو تقريبا على نفس القاوة غير خدموها كاك وحد خمسة ديال دقايق وانتو ما كتطربو اللي كيتوفرو على الكهز ديال الخلاط حتى واتقدرو تديرو فيه مكونات سائلة كلهم وتخلطو مزيان بعد ما تخلط البيض كنضيف كاس ديال الزيت بالتدريج من بعد ما كنضيفو الزيت تدريجيا وحنا كنخلطو تنضيف علبة ديال الياغورت كذلك الياغورت كنضيفو وتنخلطو مزيان كنعاود ناكد سواء بالخلاط الكهربائي او اليداوي كنخلطو مزيان من بعد كنضيفو شوية من قشور الحامض وعاصر نصف حامضة خديت حامضة صغيرة عصرت النص ديالها مشاء الله كان فيها المياه تقريباً رح تحتاجو واحد جوج معالة كبار وقشور الحامض حامضة صغيرة احكيت القشور ديالها كلهم اي حامض كنعندكم سواء البلدي او الرومي اللي ما كيتوفرش على الحامض تقدرو تديرو الماندارين او البرتوقل جوج معالقة ديال العاصر ديال البرتوقل او الماندارين والقشور دياله كيجي واعر سواء المدق ديال الحامض او ديال اللي تشين او الماندارين كيجي واعر كنبقا ونضيفو الدقيق تدريجياً الدقيق غادي نحتاجو جوج كيسان واربع غنضيفوهم تدريجياً لاحظوا معايا تنضيف الدقيق عندي مغرب من قبل تنخلط غيرها كيداوياً حتى كينساجم عاد نقدرو نخلطو الخلط الكهربائي باش مكيترناش ديك الدقيق وفي الاخر كتكون بقى لها ككوحد المعيلقة ديال الدقيق تنضيفها وتنضيف جوج اكياس ديال الخاميرات الحلوة المجموع 16 غرام بعد مما تنضيفو الدحين كمية الموتة بقية مع الخميرة كنخلطوه مزيان مزيان حتى ما كيبقوشي الحبيبات بينين نهائياً وشوفوا معايا القاوام كيكون نوعاً ما شوية جا مع راس وماشي خفيف باش القاوام كيكون شوية جا مع راس وماشي خفيف غادي تنفخ لكم في الفران وغادي تنزل باش القاوام كيكون شوية جا مع راس وغير شوفوا معايا ميكان عليو ديك التموجات كيتعطلو باش تيدخلو في الخالط ماشي بسرعة كيدخلو سوف نجمعو الجوانب وكتأكدو ان مباقيش الحبيبات ديال دقيق نهائياً المول كنكونو دهنه من البداية ضروري دائماً انا المول كندهنه هو اللوول وكنخليه على جانب تنصب الخالط من بعد كنضربو المول مع سطح العمل وغنزي الكيك ديالي بمكسرات لي كيعطيوه واحد لد دا كتحمق عندي قريباً واحد ثلاثة دلق رقاعات كنقطعهم هكا كرقاقين بالسكين تنوضعهم بهات الشكل عندي شوية ديال اللوز اللي حتى هو عندي هكا مقطع غير بالسكين وهنا عندكم على حسب المتوفر تقدروا تخليو الكيك ديالكم بهذا الاضافات كما ممكن تزيدوا لهذا الاضافات وعندي هنا المشماش مقطع مشماش مجفف والزبيب على حسب المتوفر كان عندكم الزبيب بوحده تقدروا تديروه كان عندكم المشماش القرقاع اللوز بشي بالضرورة تجمعهم كاملين بحادث كانوا متوفرين كتضيفو هكا المكسرات اللي عندكم بالنسبة انا لهذا الكيك هادا ما تندرش الشوكولات باش تيبقى لي هكا يعني غير ذاك المكسرات هما اللي مزينا بهم كيك ديال الشوكولات كان ديال فيه الشوكولات هاد الكيك هادا ديال كيجاك فيه المدق دلفاني والديال الحامض ما كان ندخلش فيه الشوكولات نهائيا كنعمل فيه غير مكسرات والزبيب المشماش كيجيو كيجيو اضافة واري كيكون هادا الشكل قبل ما ندخلوه الفران تندخل الفران عندي فران مشعول من الاسفل العليا وستين درجة اذا عندكم فران كهربائي النار مهيلة تحطو الكيك ديالكم الفوق بالنسبة للفران انا عندي كهربائي درتلي هاد المقلة باش كيتوزع الحرارة والكيك كيطب على خاطره بالنسبة للفران غازي ما يحتش يدعملو المقلة يعني كيجيو بطيبه هادا بالنسبة للفران كهربائي عندي لهذا كندير هاد المقلة كتوزع لي الحرارة مزيان وستغرق لي في الفران 45 دقيقة في حالة ما كنتوش يديرين المقلة غير نصف ساعة كيكون طائب سابتا نخلي الكيك تيك يفقد شوية الحرارة من بعد تنحي دوم المول نخليوا هكتا يفقد الحرارة باش كيتتقلب لكم وما تيرجعش عليه هديك الصحة وكيكون هاكا الكيك ديالنا بعد ما كنقلبوه ذاك السكار مع ذاك الحامض دقيعة ووحد تتعليك وكيجي رائع واحد الاحمرار فيه كي حمق تمنى يكون واضح لكم وما بقالية دابا إلا نقسمو معاكم باش تشوفوا الاسفن جيا كيف كيجي من الداخل وما زال يدخليتو حتى كي بردن زيان نراها هاد القطع تيشدو راسهم وتيجيوكم مساوي كتر هنا قطعتو مجرد مفقد الحرارة يعني تقريبا من المرسعة باش جبتو من الفران شوفوا الاسفن جيا كيف كيجي لما دق بلا من هدار لكم المكسرة كتجيا كامل فوق كتجيا حتى من الداخل وموزعب وحد الشكل رائع جدا شوفوا لي الاسفن جيا كيجي اسفن جيا كتر ما كتطورو البنة بلا من هدار لكم كيتشي فيه واحد اللي بنا كتحمق نتمنى تجربوه إذا جربتوه نقول لكم بالصحة والراحة وما تنسوش إذا جربتوه ترضو عليا فليكم ونترك بجاكم مبقى ليه إلا نودعكم ونقول لكم ضروري تجربوه را غادي تحمقوا عليه وبصحتكم وراحتكم مسبقا ترجمة نانسي قنقر